تتردد أصداء القصف المدفعي التركي على مواقع ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية اليوم الثاني على التوالي ومعها تتردد اهتزازات صراع لم يعد خافيا بين تركيا وأكراد سوريا فالقصف التركي بدى مرتبطا بالتقدم الميداني الذي أحرزته هذه القوات التي تقول تركيا أنها تشكل واجهة للجان حماية الشعب الكردي في شمال سوريا خلال الأسبوع الأخير إذ تفيد وكالة الأنادول التركية أن القصف استهدف محيط مدينة أعزاز القريبة من الحدود التركية وأحد أهم معاقل المعارضة المسلحة في ريف حلب والتي تقول الوكالة أن لجان الحماية الكردية زحفت في اتجاهها أخيرا ولم يتوانى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو عن إبراز هذا الرابط إذ حذر القوات الكردية بالانسحاب من جميع الأراضي التي سيطرت عليها أخيرا بما فيها مطار من نجل عسكري الذي انتزعت لجان قبل أيام السيطرت عليه من قبضة فصائل المعارضة المسلحة مستفيدة وفق ما يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض من غطاء جوي روسي التحذير التركي قابله صالح مسلم الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا برفض قاطع وقال مسلم في اتصال هاتفي مع رويترز أن لجان الحماية حررت المطار من يد جبهة النصرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة والمدرجة على القوائم الدولية للإرهاب وحذر مسلم في المقابل تركيا من التدخل بريا في سوريا وفي دمشق شجبت السلطات السورية بدورها القصفة التركية في رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة وعدته دليلا على دعم أنقرة كما تقول لما وصفته بالجامعة الإرهابية في سوريا التوتر المتصاعد بين أنقرة وحزب الاتحاد وضع واشنطن في موقف صعب فالخارجية الأمريكية أمسكت العصى من الوسط في ظل صراع حليفها الإقليمي الاستراتيجي والقوة التي تعول عليها في محاربة تنظيم داعش في سوريا حيث طالبت الأكراد بالامتناع عن استغلال فوضى النزاع السوري والأتراك بوقف قصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية وحول قضية محاربة داعش تحاول واشنطن لما الأجندات المتباينة والجهود المتضاربة لحلفائها الإقليميين في سوريا لكن مهمة لا تبدو سهلة خاصة وأن المعارضة السورية التي حثت واشنطن على تسليحها لمقاومة التقدم الميداني للقوات النظامية على أكثر من جبهة تضع نصب عينيها هدفا تراه أكثر أهمية يدعونا ذلك للتأكيد على أن الوسيلة الأنجع للقضاء على تنظيم داعش وغير من الجماعات المتطرفة يبدأ مرحيل النظام السوري الذي ينتج الإرهاب هدف تلتقي عنده السعودية إحدى أبرز الدول الإقليمية الداعمة للمعارضة السورية إذ قال وزير الخارجية السعودي عادل جبير ناروسيا ستفشل في إبقاء الرئيس السوري بشر الأسد في السلطة كما قال وذلك بعد يوم على إعلان أنقرة والرياض نشر الأخيرة مقاتلات في قاعدة إنجريك الجوية التركية خطوة تترافق مع ازدياد الشكوك بشأن نية الدولتين إرسال قوات برية إلى سوريا بيد أن الجبير ربط هذا القرار بالولايات المتحدة